فريق روبو إبداع هو فريق حصل على المركز الأول عالميا في مصابقة الروبوت العالمية التي تقام سنويا في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية نحن كثير فخورين طبعا أنهم يكونوا الشباب موجودين معنا سيكون معنا اليوم حذيفة أهلا وسهلا فيك حذيفة الفرارجة أهلا وسهلا فيك وكمان سيكون معنا أحمد أبو ربيع أنتوا شاركتوا من جمعية إبداع ومن فريق روبو إبداع مظبوط أهلا وسهلا فيكم نحن كثير مبسوطين أنتم معنا اليوم عقول مبدعة وشابة أردنيين مثلتوا الأردن على مستوى العالم وزي ما نعرف على 12 ألف مشارك ومشاركة مظبوط ومية وثمان دول فإنجاز كثير كبير يعطيكم ألف عافية وألف مبروك بدي أبلش معك أحمد بدينا تعرفنا عن حالك وبينا نعرف كما كيف تعرفتوا عبعد أنت وفذيفة وقونتوا هذا الفريق ببداية أنا أحمد أبو ربيع أنا عملت في الفريقة مصمم طبعا كل واحد في الفريق له شغلة فلما جمعنا الفريق طبعا نحن كنا من المدرسة لما جمعنا الفريق رعينا أنه كل واحد يكون مختصر في مجال ونكون إحنا كلنا مكملين لبعض فأخذنا عمل جماعي يعني راعينا العمل الجماعي وكيف نعمل مع بعض عشان نطلع بشغل يكون منيح طب حذيف حكي لنا أكتر عن حالك يعني كيف بديت كيف هتم بيت أكتر بتصميم الروبوتات طبعا أنا حذيف الفارجة هذه المرة الرابعة بشارك المصابقة شاركت مرتين عالميات ومرتين عربيات بلشت من البندرسة اسمعنا إنه فيه فريق روبوت بس كان العمر ما بسمح لنا فلما وصلنا السن الممكننا إنه ندخل المصابقة شاركت بالصف الثامن الأول مرة وبلشت يعني كل سنة كنت نضيف إنجازات للفريق الفريق كان عشر سنين بشارك وأهم شيء الاستمرارية كان بالفريق إنه ما وقفنا ويعني إحنا فريق متطور كل سنة من نضيف شغلي على الإنجازات وبرضو على المواد اللي عنا والخبرات اللي عنا تمام طيب المسابقة اللي شاركتوا فيها بسانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية كان اسمها مسابقة الفيرست ليغو مظبوط خبرنا شوية عن هاي المسابقة وعن مشاركتكم أيضا فيها مسابقة الفيرست ليغو بطرحوا هي شركة كل سنة تطرح مشكلة وكل المشاركين الموجودين بالمسابقة بدي يبدعوا بالحلول اللي بتمكن من إبداع في حل المشكلة المسابقة من أربع أقسام العمل الجماعي والبرمجة بالتصميم والتحدي الروبوت والمشروع العلمي وكل قسم بتعلق بالقسم الثاني وكل واحد له علامة وبالأخير بنجمعين وبطلعوا أول الفيراق وإحنا الحمد لله السنة كان لدينا كتير نتائج ممتازة أكيد يعني حصولكم على المركز الأول مش بس كفريق وعمال جماعي ولكن أيضا كأفضل مدرب وقبل شوية ممكن تحت الهوى تعرفنا على مدربكم يعني ما شاء الله أيضا عقول إبداعية متميزة بدي أرجع لك أحمد بدي تخبرني شو كان تأثير هذه المشاركة يعني مشاركة عالمية بهذا المستوى شو كان تأثيرها عليك كطالب يعني لساتك في المدرسة ويعني كيف أثرت عليك أسا كمسابقة يعني عالمية وأحرزت نتائج عالمية بالتأكيد يعني كان إلي كانت المسابقة أو الإنجازات اللي أنا حققت دافع إلي لأواصل مشواره يعني أعمل إشي جديد أكثر أخدم الوطن أخدم المجتمع بحيث أنه يعني نرتقي شوية ونلحق يعني الأمم اللي نشوفها على التلفزيون ننقلها عنا إحنا طمام طعب حديف أبدأ أرجع لك وأسألك كيف إجت فكرة إنكم أسستوا فريق فريق الروبو إبداع كيف إجت الفكرة لتأسيسها الفريق إحنا وصلنا لمرحلة يعني كنا بالمدرسة وصلنا لمرحلة كثير متخدمة فحتاجنا يعني أن نطور فريقنا فريق روبو إبداع أسسنا السنة هاي أول سنة كان بشارك بس اللي موجودين فيه كانوا مشاركين قبل وهو تجمع على الخبرات اللي كانت مشاركة من أول والتبرع بتبرع سخي من عمار ملحاس أسسنا لمرحلة الفريق والحمد لله شفنا نتائج كثير ممتازع على مدى ستة أشهر طيب بدي أرجع لأحمد و بدي أسألك عن العمل اللي قمتوا فيه أيضا يعني إلى جانب مشاركتكم في المسابقة كان لكم دور في الترويج السياحي للأردن وهذا فعلا يعني إشي عن جد يعني يحسب لكم أنه مش بس اهتميتوا بمشاركتكم فقط في المسابقة ولكن أخدتوا معكم أفلام وصور وعلم الأردن لا تعرفوا أكتر يعني أنتو بتحكوا عن 12 ألف مشارك من 108 دول فهذا أدي كان يعني إشي كتير حلو منكم أنكم يخطر ببالكم تعملوه هناك في أميركا يعني حسا بين الفرق بيصير فيه تعارف كل فريق بتعرف على الثاني فلما ييجوا الفرق يسألونا من وين أنتو فأغلب الفرق يعني بعدما نحكي لهم من أردن ما يعرفوش الأردن فالحمد الله نكوننا يعني جايبين معنا عدة سيديات منشورات عن أهم الأثار في الأردن يعني خدمنا السياحة يعني باعتبار أعلمية وعربية أيضا بدي أرجع لك حذيفة وبدي نحكي شوي عن لقائكم مع جلالة الملك إيرانيا العبدالله اللي بعد ما رجعته من المسابقة وحصلتوا على المركز الأول استقبلتكم ويمكن حياتكم وأدي يعني حكينا عن تأثير هذا اللقاء عليكم وفعليا تأثير كان وإحنا بنفس المصابقة بسانت لويس يعني كان المكتب الجلالة الملكي بتواصل معنا من غاد وطبعا أكيد منشكرها على اللفة الكريمة يعني عطتنا دافع كثير وقطعتنا مشوار كبير بالمسيرة تابعتنا طب حكولنا شوي عن الجوائز اللي حصلتوا عليها يعني أنا شايفي هون كؤوس ما شاء الله وميداليات خبرنا أحمد شوي عن هاي الجوائز طبعا أول إشيحنا بلشنا في المسبق الوطنية وقيمة في مدرسة اليوبيل حصلنا على عدة مراكز أهمها حصلنا على المركز الأول في إعداء الربط على الطاولة والمركز الأول في لاست ستاندجمام اللي هي التصفيات وفي الترتيب العام أخذنا المركز الثاني فأتهلنا المسابقة العربية في المسابقة العربية برضو نفس الترتيب الترتيب الثاني يعني على العام والأداء الربط على الطاولة الأول وبرضو لاست ستاندجمان الأول فأتهلنا على المسابقة العالمية والحمد لله يعني حققنا نتائج مرضية والمركز الأول على مستوى العالم في مجلة التحدي والمركز الأول برضو فيه الإلهام مجال الإلهام ومدربنا أخذ جهازة أفضل مدرب لعمل في الـ 15 عشر أفضل مدرب قدي حلو طب دي أسألكم أنا هلأ عن جمعية إبداع اللي أنتوا هلأ تنتموا لإلها كيف تم التعارف بينكم وبين جمعية إبداع وأيضاً نتحدث أيضاً عن مركز عمار ملحص أيضاً اللي هو جزء من جمعية إبداع كيف تعرفتم في البداية على جمعية إبداع في البداية إحنا بلشين مع جمعية إبداع من سنتين آخر يعني بداية أنه بلشنا مع جمعية إبداع كيف تم التعارف أصد بكم وصلنا المرأة المصابقة العالمية وصلنا لنقطة أنه ما معنى داعم وما منقدر نرجع لأنه إحنا أخذنا بطاقة العبور لأمريك كنت بحاجة لدعم مادي بالضبط وبرضو فيه يعني أنه كنا بدنا مترجمين والجامعين حمد لله وفرت لنا كل البدنية ولما روحنا برضو أنه فتح لنا مركز لأنه علوم الروبوت لازم تنتشر للكل لن يقتصر علينا ففتحنا مركز عمار ملحة سليتنيكليلوجيا وبلشنا نعطي دورات بشكل رمزية للفئات الأقل حظاً زي المخيمات يعني أقل ناس أخذوا نصيبهم من التعليم يعني أدي حلو لما تتدخل الجمعيات والمؤسسات والمجتمع المحلي أيضاً لما يتدخلوا في رعاية ودعم الإبداع أدي بتكون فعلاً النتائج مبهرة ونتائج هون يعني واضحة معنا بوجودكم معنا أكيد اليوم وأيضاً بنتائج اللي حققتوها أيضاً على المستوى العالمي خبرنا شوي حذيفة أو أحمد بارشم بحب يحكي شوي عن مركز عمار ملحة وشو الدورات ايش بيقدم للمجتمع مركز عمار يعني ايش الاشياء الخدمات اللي بيقدمها للمجتمع هو فكرته إنه مثلاً أنا باعرف دورة وروح بأعطيها بالمركز وستفيد من دورة ثانية بنفس المجل وأي واحد بحب من المخيمات بيقدر يوخد دورة مثلاً تصميم الألعاب البرمجة وحتى الروبوت برضه ويتكون بشكل ضمزي تمام طيب مشاريعكم المستقبلية أحمد ايش بتفكر للمستقبل ايش بتحلم في المستقبل يعني احنا شغالنا على مشروع اللي هو مشروع السنة الجاي تبع المصابقة فكرته إنك انت لازم تستغل خلنحكي الشغلات اللي ما لا يستفاد منها في المجتمع ويطلع ايش بيستفيد منه فهي بدها شغل كثير وشغالنا عليها طيب لمستقبلك يعني انت هيك ايش بتفكر لبعد عشر سنين مثلا أنا يعني شايف إنه لو كملت في مجال تصميم الثلاثة الأبعاد إن شاء الله رح أبدأ فيه رح تبدأ خصوصا إنه مشروع السنة الهاي كان عن خلنحكي التعليم الذاتي أو التعليم الذاتي استخدم في الألعاب الثلاثة الأبعاد فبرضو استخدمنا لعبة جيم للبترة استخدمناها كترويج للأردن عشان نورج الناس البترة ففكرتا إنه كاركتر يمشي بتجول في البترة حتى يتعرف على الخزنة المدرج وكانت كثير حلو حلو أدي حلو تدمجوا بين الإبداع وأيضا بين خدمة قضايا بلدك يعني انت عم تخدم السياحة هون أدي حلو عم بتعرف الناس على البترة يعني اللي ما شافها بيقدر انه شوفها من خلال اللعبة اللي انت صممتها طب حضيفة ايش بتفكر للمستقبل إيش عندك حلم حابب تحقيقه يعني في المستقبل أنا إن شاء الله رح أسس مؤسسة خاصة إلي لدعم المبدعين لأنه بصراحة اللي شفناه خلال خمس سنين تقريبا إيش مش مرض بصراحة يعني وصلنا بالمالحلة الأخيرة بطلنا نعاني من دعم مادي يعني بآخر شهرين سن نعاني من شغلات بنفس الدولة إنه بدنا إذن عشان أغيب عشرة أيام أطلع أمريكا فإن شاء الله أنا رح نأسس مؤسسة بالإضافة لجميع إبداع ونبلش نحل بالقضية قضية وبرضه يعني بحب أضيفة على كلام أحمد إنه إحنا مش بس يعني نحاول نقدم شغلات بتواكب العصر اللي إحنا فيه يعني ما رحنا بس ودينا ورق يتفرجوا عليهن بالعكس إحنا صممنا لعبة ووكبنا يعني هسا الدارجة لي لسمارتفون ونزلنا على السمارتفون وصار أي واحد يأتي عنا ورجي البطرة بالشرط البطرة يعني ممكن أي معلم سياحي بس اشتغلنا على البطرة ورجيناهم صرق عصرية لأنه لها تأثير مختلف غير إنه لما يشوفها على ورقة أو شيء ثاني طيب شو الروبوت تحب أنت يعني بتحلم أنك تصممه روبوت معين لخدمة أغراض معينة يعني ايش في شيء هكي بتحلم فيه بخطر ببالك بتقول أنا ممكن أنفذو هذا مثلا بعد كم سنة مثلا السمارة للروبوتات مفتوح مفتوح بالضبط لأنني أسألك بأسألك العالم كل متوجه للتحكمات الألية الحلو بالروبوتات أنه أي فكرة ممكن أي واحد يخطر عباله أنه يجي يصممها ومش صعب كثير والروبوت اللي هي هاي من شركة ليغو هاي من شركة ليغو من شركة ليغو كثير بتبسط يعني ما فيها معاق تعقيد كثير زي الروبوتات في المصانع وبتعطي فكرة كبيرة أنه كيف الطالب يبلش أنه مرحلة مرحلة عبر ما يصل للروبوت البدوية للروبوت الروبوت ممكن نعمل ربوت لخدمة المنزل لخدمة أي شيء حلو بتفكروا تعملوا لخدمة المنزل صح؟ أكيد حلو أنا بدي أتشكر وجودكم معنا أنا بحب أقولكم أنه عن جد نحن فخورين فيكم جدا جدا وأكيد وجودكم معنا شرف لإلنا اليوم وبدي أتمنى لكم المزيد من الإبداع والمزيد أيضا من النتائج المبهرة التي حققتوها وإن شاء الله منها لأعلى أحمد أبو ربيع وحذيفة فرارجي من فريق روبو إبداع شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم